اشتركوا في القناة في طرح السؤال سيدي قرأت الجيتا وقرأت الراماين نظرا لكوني هندوسيا وترددت إلى المعابد وكل شيء ولكن زوج أختي مسلم وقد عطاني القرآن وقد قرأته مرتين القول علنا أنني أتبع تعاليم قرآنكم على نفو تام وقد حولت أدعيتكم إلى الإنجليزية بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الرزاق قيوم الدنيا سيد يوم القيامة قرأوها 12 مرة أو 15 مرة أو 20 مرة لا أعدها حقا أقف وأدعو الإله وأنا راضي جدا بذلك وسؤالي الوحيد هو عن مصدر دخلي كوني بارع جدا في الرياضيات إلا أنني محمل أيضا في البرصة أنا بارع جدا في مجال التوقعات المستقبلية والخيارات عدد الأشخاص الذين يفهمون البرصة هنا حيث تتضمن حسابات رياضية فكرية كثيرة كما تتطلب أن تعرف كيف تلعب اللعبة دائما أكون في مأمن وأكون رابحا في نهاية الشهر إنها نعبة رياضية لا يفهم عن الناس هل يجوزني أن أواصل الحصول على دخلي بهذه الطريقة؟ إنني أعاني من هذا منذ ثلاث سنوات أنا أكسب المال وأستطيع أن أكسب المال مهما كانت الكمية ولكنني لا أريد أن أكسب شيئا على نحو غير شرعي إذا كان هذا حرما فسأطلقه وسأمارس مهنة التدريس إلى الأبد طرح النخ سؤالا وجيها جدا وأقدر أنه بعد قراءته للجيتا والرماين والكتب الهندوسية المقدسة قرأ القرآن مرتين وهو يقر بصحة ما فيه وزوج أخته مسلم وهو بارع جدا في الرياضيات وما يحدث أنني بارع في الرياضيات أيضا أثناء دراستي في المدرسة من الصف الأول إلى الصف التاسع والعاشر كنت أحرز المرتبة الأولى دائما سيدي على ذاكرة مشوشة فأنا لم أرى شخصا مثلك وإنها نعمة من الإله وإن كانت نعمة من الله فأتمنى أن أكون مكانك إلى الأبد أتمنى أن ينعم الله علي بنعمة مثلك إن شاء الله إن شاء الله إن أراد الله إن شاء الله في البداية سأجيب على السؤال ثم سأرض على تعليقك الأخير إن شاء الله بالنسبة إلى سؤالك الذي يشير إلى أنك تعمل في البرصة وتختص بالتوقعات المستقبلية والخيارات وغير ذلك وإنك بارع جدا في الرياضيات والتحليل بحيث تجني ربحا في نهاية الشهر على الدوام إذن سؤالك هو هل هذا الربح حلال أم حرام؟ بالنسبة إلى البرصة، البرصة بحد ذاتها ليست حراما البرصة ما دامت البرصة التي تجري معاملتها فيما تتبع تعاليم الإسلام ليست حرام الحرام في الإسلام هو الربة الفائدة ثمت آيات كثيرة في القرآن نجدها فيما لا يقل عن ثمانية مواضع مختلفة الإله العظيم يقول إن الربة حرام في سورة آل عمران الآية 100 وفي سورة البقرة الآية 275 وفي سورة البقرة الآية 276 وفي سورة البقرة 278 والتي تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربة والذين لا يتخلوا عن الربة الآية 279 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الربة أو الفائدة حرام ولكن في سوق الأسهم التي تتبع تعاليم الإسلام وتطبق مبدأ الربح والخصارة ليس ذلك حراما فبدلا من أخذ قرض من المصرف نصبح شريكين لأن النظام المصرفي يجعل الثري أكثر ثراءا والفقير أكثر فقرا إنه يشجع الشرور والفساد في المجتمع كما حدث في القرن الماضي حيث مولت المصارف أوكار القمار وحانات الخمور الأضعف النظام الإسلامي مختلف والنظام المصرفي مختلف يشجع الإسلام شراقة الربح والخصارة ماذا تفعل في البورصة؟ تشتري سهما وهكذا تصبح شريكا في تلك الشركة سواء بنسبة 1% أو 10% أو 1 من 10% يشجع الإسلام على شراقة الربح والخصارة إذا كنت تقوم بتعاملات في البورصة والأسهم وطالما أنها متوافقة مع الشريع الإسلامية وطالما أنك لا تشتري أسهم شركة مشروبات كحولية أو شركة تتعامل بالفائل أو شركة مالية سواء كانت مصرفا أو شركات سقوك مالية أو شركات تتعامل بالفواحش الإعلامية أو الأفلام الإباحية إذا كانت الشركة التي تستثمر فيها لا تستثمر الأموان في الشرور وإفساد المجتمع في المشروبات الكحولية والمخدرات الشركات الدوائية مباحة أما العقاقير الممنوعة كالكوكايين والهروين أو المواد الإباحية كالأفلام فحرام إذا كانت أسهمك في هذه الشركات فالاستثمار فيها حلال ثانيا إذا كنت تشارك في المضاربات فهذا قمار في الوقت الحالي يشتري الناس الأسهم وبعد دقيقتين يبيعونها بناء على معلومات مسبقة المضاربة حرام في الإسلام إذا كانت البرصة جيدة وتود أن تستثمر فيها إذا كنت تود أن تبقى فيها إلى الأبد فكن شريكا حتى حتى أنا أتعمل مع البرص سيدي إنك لا تجيب على النقطة التي سألت عنها إنها توقعاتي المستقبلية والخيارات سأتي على ذكر ذلك يمكنك أن تدفع عشر روبيات فقط وتشتري أسهم بقيمة مئة روبيا وتحتفظ بها سنوات طويلة سأتي لها أحب إعطاء جواب شامل حسنا شكرا جزيلا لك آسف على المقاطع نأتي على ذكر التوقعات المستقبلية والخيارات أي أن تشتري جزءا من الأسهم وتتعامل به وغير ذلك بالنسبة للمستقبل إذا اشتريت جزءا واحتفظت به اعرف إنك تستطيع بيعه بإمكانك الحصول على ضمان عليه ومن ثم هناك شخص آخر هناك مشتقات أعرف بهذا قد لا أكون خبيرا مثلك ولكنني أدرك ذلك التعامل بالمدربات المستقبلية محرم محرم أما المتقرة بأشياء معينة كالعقارات حيث تشتري 10% من عقار ثم تزداد النسبة لأن عليك أن تدفع المبلغ على دفعات لنفترض أنك اشتريت شأة والمدة المحددة للدفع هي سنتان حيث تدفع 10% و20% لاحقا وارتفع السعر فبيعت هذا مباح ولكن التعامل بالأسهم لا يتم الأمر على ذلك النحو لأنك لا تمتلك السهم بين يديك حيث تدفع جزءا من المبلغ ويدعمك شخص آخر أي إذا انخفض السعر فإنه يقوم بالتغطية أتعرف ما هي التغطية؟ التغطية من الخسارة المالية هذه الأمور كلها محرمة في الإسلام ولكن البرصة بحد ذاتها غير محرمة ما دمت في إطار التعاملات الإسلامية وبشأن دخلك وهو مبلغ كبير من المال إذا كنت تجنيه بوسيلة غير شرعية إن المال الذي تكسبه إن لم يكن حنالا فسوف تتوقف عن ذلك ما يهمون هو السلام والطمعنين في الدنيا والآخرة السلام في الآخرة أكثر إذا كان ما تجنيه حنالا فستنال الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالسلام والطمعنين والنجاح في الدنيا والآخرة شكرا